المصادقة على وجبة جديدة من التعينات على ملاك وزارة التعليم العالي من حملة شهادة الماجستير المتقدمين للتعيين عبر مجلس الخدمة الاتحادي الذين تنطبق عليهم شروط لجنة الأمر الديواني قلة المتقدمين على درجات الدكتورة قياسا بالاحتياج المتوفر عدهم فائض بالماجستير بالمتقدمين على درجات كان القرار أمس أنه كل المستوفين شروط تعيين على وزارة التعليم العالي للبحث العلمي من الماجستير أن يكون تعيينهم على الوزارة المذكورة على أن تتولى الوزارة الحذف والاستحداث بموجب الدرجات التي عندها من الدكتورة الفائضة التي لم يتسنى إشغالها بسبب قلة عدد المتقدمين كل المتقدمين من الأوائل والشهادات العليا سيتوزعون في المرحلة الثانية يؤكد مجلس الخدمة بعد استكمال الاستحداث مع وزارة المالية لتعيين قرابة السبعة آلاف درجة وظيفية الذين ليس لديهم احتياجات وظيفية في السابق تقدمين الذين ليست لهم استحداث درجات وظيفية سيتم إن شاء الله توظيفهم جميعا بعد أن وردتنا احتياجات جديدة من الوزارات والجهات والمحافظات إضافة إلى ما تم قبوله أيضا بناء على توجيه سيد رئيس الوزراء بشأن قبول جميع الخريجين من بعد 16.5 لغاية 14.6 وبعد رفض الوزارات لبعض الاختصاصات الموزعة على مؤسساتهم باشر المجلس بيعادة توزيع وتدوير المرفوضين إلى مؤسسات أخرى فيما يترقب وصول التقاطع الوظيفي من ديوان الرقابة المالية للمشمولين بالكودات الجديدة بحسب توصيات مكتب رئيس الوزراء وبعد انتهاء المرحلة الأولى من توزيع المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل المتقدمين للتعيين عبر مجلس الخدمة الاتحادي يستعد المجلس لتوزيع ما تبقى من الدرجات الوظيفية بحدود السبعة آلاف درجة وظيفية بعد استكمال الاستحداث للدرجات مع وزارة المالية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد